السلام عليكم ورحمة الله شكباركم كانت منا تكونوا بخير وعلى خير ومرحبا بكم معايا فيديو جديد اليوم غدي نحضر معاكم لغلاس بحجم عائلي بثلاثة المكونات فقط وبجوج نكهات نكهة القهوة ونكهة الشوكولة وزينتو بالبخاليني ولاموراك هاد لغلاس فيتحضرتو معاكم في القناة نخلي لكم ان شاء الله رابط الفيديو صندوق الوصف لكن بجوج نكهات مختلفة كنت حضرتو بنكهة الفاني ونكهة الشوكولة فهد لغلاس غدي نحتاجو لثلاثات المكونات فقط ليهما الليتر من الحالي بيكون برد من طبيعت الحل وجوج صاشية ديل الشوكولة اه مين بالاكلاس نستعمل هد الماركة واعنا نصف علبة من الكرام اولى الحاليب المحلى كرامل بالنسبة لحاليب المحلى كرامل كيبقي اختياري ممكن تعودوه با دانيت كراميل او لا فلانك قرامل اي حاجه متوفر عندكم واللي جاتكم سهلة وموجودة وقريبة كنناخدو الإناء اللي غادي نخدمو فيه بالنسبة للإناء لابد يكون كبير ويكون واسع لأن الكريمة أو لاغلاس لابة غايدية لاغلاس قد ضاعف في الحجم وضروري يكون عندنا الإناء اللي غادي نخدمو فيه يكون كبير وواسع باش نخدمو على راحتنا كنوضعو دك الليتر من الحليب وكنوضعو المحتوى دي اللابود الخاصة بالكلاس جوج صاشيات مع ليتر الحليب وكنقون تربو بالطراب الكهربائي حتى كيعقد لنا الخليط وكيتضاعف الحجم ديالو من بات كنضيفو نصف علبة من الكراميل أو الحليب المحلة كراميل كنضيفو نصف علبة أو لججب على الكبار يكونو عامرين هاد الحليب المحلة كراميل كيعطينا واحد المدق الديد فلا غلاس ديالنا ممكن نعودو بداهنة كراميل أو لفلون كراميل كنقسمو لابا غايد ديالنا أو للا كريم غلاس ديالنا على جوج ديال سلايف إلا بغيتو كتار كتقسمو على ثلاثة أو لاربعة على حسب العدد ديال النكهات اللي انتو ما بغيتو تديرو بالنسبة لي أنا غنديرو بحجم عائلي فغادي نقسمو على جوج ديال الحصص بجوج نكهات مختلفة كنناخدو واحد لكميات قريبا ثلاثة إلى ربعة المعالق كبار ديال اللا كخيم غلاسي كنوضعها في واحد زليفة صغيرة وكنضيفو لها ثلاثة المعالق كبار ديال بودرة الشوكولة المرة كنحاولو نخلطو مزيان حتى كتجانس لنا الشوكولة مع ديك شوية اللي درنا في ديك زليفة باش ما كسبقاش لنا الشوكولة مكورة في لابا غاي كاملة من بعد عاد كنضيفوها وكنزيدون تربو واحد شوية كنزيدون تربو مزيان حتى كتجانس لنا وكيو اللي عدنا لون واحد وإلا بغينا نزيدو يعني النكهة ديال شوكولة أكتر كنضيفو معلقة كبيرة إلى جوج معلقة ديال شوكولة الخاصة بالدهن هات الشوكولة الخاصة بالدهن كنضيفوها لأنها كتتعطينا مدق أكتر ديال النكهة ديال كتطلع لنا أولا كتتعزز لنا أكتر المدق ديال شوكولة وكتزيد تغمق لنا حتى اللون اولا تقدرو تضوبو شوية الشوكولة شوكولة سوداء اولا بالحليب اولا على حسب الضوء ديال كوم ومن بعد ما كتبرد كتضيفوها على الكريمة وبالنفس الطريقة غادي ناخد واحد الكيمية ديال ثلاثة إلى ربعات لبعه الكبار من الكريمة اللي بقت يعني أنا قسمت الكريمة هنا على الجوج النكهات بالنسبة لوحدة درت فيها الشوكولة والتانية غا ندير فيها القهوة قهوة سريعة الدوابان هنا ضفت قريبا واحد جوج مع الكبار من القهوة وغادي نشوف ديك الساعة إلا بغيت نزيد أكتر غا نزيد أكتر مهم كيبقى على حسب الضوء اللي كنتو كتعجبكم كيعجبكم يعني مدق القهوة أكتر كتديرو ثلاثة المعال كبار وكتخلطو مزيان كتحولو تخلطو ديك القهوة سريع الدوابان مع الكريمة مزيان بواحد ضراب لأن القهوة شوية صعيبة باش كتتخلط باش ما كيبقى وش لنا دوك الكويرات كنخلطوها يعني بوحدها عاد كنضيفوها الكريمة دينا وكنزيدو نتربو مزيان حتى كتجنس لنا الكريمة اللي فيها القهوة مع الكريمة الأخرى كناخدو جوج بواطات اللي تيكونو كيتغلقو مزيان يعني كيكونو كيتسدو مزيان او لا تيبروير او لا دك الشي اللي عندكم وكنفرغو الكريمة اللولا في البواطة الكريمة ديال شوكولا كنفرغوها كنصدو مزيان وكذلك حتى بالنسبة الكريمة الثانية كندخلو لغلاس ديالنا المجمد ليلة كاملة من الأفضل وفي الغد كنخرجو لغلاس خمسة دقايق قبل وكندريسيوها في واحد المول بالنسبة لطريقة ديال الدغيساج انا غنخلي لكم في صندوق الوصف الفيديو اللي كنت حطيت في القناة في الطريقة بالتفصيل وكذلك وهذا والاقلاس اللي حضرت معاكم قدمتو للطيوف ديالي وزينتو بالبخاليني وبلامورانك كيجي على هات الشكل والمدق كيجي رائع صراحة كنتمنى انكم تجربوه وان شاء الله غاد يعجبكم كنشكركم على حسن المشاهدة وما تنسوش لايكي والفيديو الى جبكم من طبيعة الحال وبرتاج مع الحباب والاصدقاء باش تعمل فائدة وان شاء الله مع فيديو قادم ووصفة اخرى خليتكم في امان الله السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة